عبد الله الحدثين الأبرز اليوم في الإمارات هو الحديث عن منح براءة اختراع لعلاج الفيروس والحركة الخاصة بالطيران هناك تسيير بدأ لحركات الطيران لبعض الجهات المتداول الآن بشأن العلاج أو البراءة لاختراع وحركات الطيران نعم بالفعل الحديث الأبرز هنا عن العلاج أو العلاج الذي تم الإعلان عنه أمس وهو العلاج بالخلايا الجذعية عن طريق استخراج هذا العلاج من دم المصابين أنفسهم وإعادته إليهم عن طريق الرذاذ إلى الرئتين هذه الطريقة كما ذكر التقرير تعمل على إعادة تجديد خلايا الرئة ومنع أيضا تفشي إتلاف أو إتلاف المزيد من الخلايا داخل الرئة جراء استفحال فيروس كورونا داخل الرئتين أو جراء العدوى من فيروس كورونا أيضا هذا العلاج تم تجربته على 73 حالة تم شفاؤها جميعا وأيضا المرحلة الأولى من تجربة العلاج تمت بنجاح لكن هذا العلاج هنا في الإمارات سيكون تطبيق مساعد لبروتوكول العلاج المعمول به في دولة الإمارات حتى يتم التأكد بشكل كامل من أن هذا العلاج هو العلاج الأمثل لحالات الإصابة بفيروس كورونا فيما يخص حركة الطيران بالفعل بدأت بعض الشركات أو شركات الطيران هنا في الإمارات بتسيير رحلات إلى الوجهات المحددة أو التي تم الإعلان عنها مسبقا وهذه الرحلات ستكون من أو باتجاه واحد لن يكون هناك عودة لهذه الرحلات إلا باستثناء البضائع والشحن التي ستكون محملة من الوجهات التي ستذهب إليها بالإضافة إلى إذا كان هناك مواطنين يرغبون بالعودة إلى الإمارات ستحمل هذه الرحلات مواطنية الإمارات لعادتهم إلى أرض الإمارات من الإمارات